مرحبا كيف كان عائلة نادية ان شاء الله تكونوا بخير رمضان كريم ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم الصح والعافية يا رب اليوم رح نطبخ مع بعض طبخة جديدة حبيت اطبخ روج لعائلتي اوكي صديقائي لكل حدا جديد معنا بتمنى تشتركوا بقناتي تحطوا لايك للفيديو يلا خلينا نبلش مع بعض ونطبخ طبختنا اليوم اطبخ الفروش نظفت وغسلت وهلا تقطع من هون اطبخ الفروش لطرف الثاني وهيك تأضغط عليها اصدقائي وبحب دائما هيك بعمل متل جروحات بفروش مشان تستوي وخاصة هون اماكن اللي فيها لحم كتير بحب دائما هيك بعملها بالسكين مشان اول شي التدبيل كلها تشرب جواتها وكمان شان تستوي لحم اصدقائي ضفت لتر مي تأضيف فوقي كمان خل أبيض اذا لم تتوفر عندك خل أبيض كمان فيك نضيف لها خل تفاح وكمان ملح ورق غار اصدقائي هيك حطينا فروش بالمي ورح نتركها مدة ساعة برجعلكن بمرحلة اللي بعدها اصدقائي هلا رح نبلش مع بعض بتدبيلة تبع فروش مشوي اه حاب يقلكن انه التوابل بيضل حسب الرغبة هلا في كتير عالم بيحبوا دفولة توابل اه في كتير عالم بيحبوا كمان فيه نوع من التوابل ما يحبوا يضيفولها ابدا مثل ما حكيت لكم التوابل بيضل حسب الرغبة لانها اول شيء حطيت توم فلفل حال معجون طماطم رح نضيف لك كمان ملعقة كزبرة كزبرة كمون ملح اصدقائي هاي بتيجي كل خضروات مع بعض بودرة بحب كل اكل بيضيف لها سنجبيل كركم فلفل اسود بابريكا توم بودرة هلا تنضيف لها زيت زيت توم بابريكا ملح نخلط كل الموات مع بعض ملح بابريكا اعيني عرواح طيبة نجيب فروج نضيف قلب تدبيلة ونوزع تدبيلي كله على فروج ونعمل له احلى مساجل اوكي اصدقائي وبعد ما هيك وزعنا التدبيلي على فروج كله هلا متل ما حكيت لكن يضل بالتدبيلي من ساعتين لثلاث ساعات وبعدين تنحطه بالفن اصدقائي هل تأوسع بطاطا كمان حواليا في كثير عالم كمان يضيفون لي الجزر بس المشكلة عائلتي ما بيأكلوا جزر هلا تأضيف لبص بطاطا وهلا تأرش ملح على البطاطا كمان اصدقائي بعد ما هيك حطت ورق مقاوة هلا تأحط فوق كمان ورق بصير اوكي اصدقائي وبعد ما هيك حط معنا جاهزة هلا تنحطها بالفرن بدرجة حرارة 180 فروج المشوي لازم تستوي على اقل من مهلة اوكي اصدقائي وحطيت فروج بالفرن وراح يضل من ساعتين لثلاث ساعة بشوف كل مرحلة التقديم اوكي اصدقائي وهي كان فقر فيديو اليوم ان شاء الله عجبكم يا رب استمتعتم معي ولكن لحد جديد معنا بتمانية تشتركوا بقناة تحطوا لايك للفيديو اشوفكم بخير وسلامة بحلقة جاية